في المقابل قالت صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية إن فرص التوصل لاتفاق مع حماس لوقف النار باتت معدومة نقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن تشاء ما يعم حكومة نتنياه بعد رد حماس ووصفته بأنه أكثر العروض تطرفا بحسب مسؤول الإسرائيلي فإن الحركة عارض منح إسرائيل حق النقض على هوية 200 أسير محكوم بالسجن المؤبد لدى إسرائيل الذين سيتم إطلاق صراحهم مقابل عودة المجندات المختطفات وقالت يدعوت أحرانوت إن حماس لا تكتفي بضمانات أمريكية لوقف القتال وتطلب ضمانات من الصين وروسيا وتركيا وهو غير مقبول من وجهة النظر الإسرائيلية وذكرت أن مسؤولين في إسرائيل قالوا إن الرد يظهر أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار لا يثق بإسرائيل وأنه على قناعة بأنها ستنسف الاتفاق على كل خلاف صغير شكرا